خلينا بقى نتكلم في مصادر الالتزام ايه هي مصادر الالتزام؟ ايه هو الالتزام؟ وايه مصادر الالتزام؟ الالتزام علاقة بين شخصين دائن ومدين بمختضاها المدين يطالب الدائن بأداء معين هذا الأداء هو ايه؟ عمل امتناع عن عمل التزام بإعطاء هذا الالتزام اللي هو العلاقة بين الدائن والمدين اذا نظرنا اليه من ناحية الدائن الدائن مش هنقول عليه ملتزم هنقول عليه صاحب حق شخصي فالحق الشخصي هو سلطة اقتضاء سلطة الدائن في اقتضاء اداء معين من المدين اللي هو ايه؟ عمل او امتناع او اعطاء اللي هم انواع الالتزام الالتزام بعمل كالتزام العامل والتزام الفنان بالتمثيل والتزام بامتناع عن العمل زي الامتناع التاجر عن المنافسة والالتزام بإعطاء او ناقل حق عيني